دكتورنا نتحدث عن الدعم للثقافة العراقية كيف دعم الحكومة العراقية للثقافة والشعر والأدب بما فيه؟ العراق بلد منتج في الثقافة العربية بشكل كبير حتى في السنوات التي كان هناك أحداث سياسية مربكة كان الحضور العراقي في الثقافة حضور جيد الآن لدينا دعم كبير سأذكر أرقام في شبكة الإعلام العراقي التي هي بديل وزارة الإعلام هناك الانتاج الدرامي لرمضان هذا 9 مليار دينار يعني 8 مليون دولار ورئيس الوزراء سيد السوداني أضاف خمسة من ميزانية رئاسة الوزراء للانتاج الدرامي لهذا العام وأيضا أعطى لاتحاد الأدباء 6 مليارات يعني 5 ملايين وأعطى لنقابة الفنانين الآن يسي عقد الأسبوع القادم مهرجان السينما وقبل أسبوع كان مهرجان المسرع بتعاون مع الشارقة والشيخ سلطان القاسمي وإذن الآن أيضا أهم شيء في هذا الدعم أنه غير مشروط يعني قبل في الثمانينات كان يأتي دعم لكن كان كل الأعمال باتجاه واحد إما باتجاه الحرب بروباقندا أو دعايا لشخص الآن لا لا أحد يسأل المهم أن هناك في العمل الدرامي هناك عدة أهداف نحققها أولا الفنانين هؤلاء أيضا جزء من المشهد الثقائفة ومواطنين ينبغي أن يكون لديهم مصدر رزق يحفظ كرامتهم ويساعدهم على أن يطوروا أنفسهم المسألة الأخرى ينبغي أن يكون هناك كتاب كتاب محترمون ومحترفون وليس بالصدفة يكتب عمل وينتهي ثم الأخوة السوريون وحتى في الأردن أنا لاحظت هذه التجربة يلجأون إلى فكرة الورشة الكتابية يعني عدة كتاب مجموعة يكتبون مسلسلا واحدا وقد يغيرون في الحلقات أنه في كل حلقة موضوعة هذا أيضا يؤدي إلى تطوير الدراما هذا لا يحصل بدون دعم ولذلك في سنوات الحرب على داعش أنا كنت أرئيس شبكة الألام العراقي كانت لدينا مشكلة كبيرة في الدراما لأن مبلغ تحول كله إلى الألام العسكري طبعا اعتمدنا على المنتج المحلي المنتج ينتج ماذا تصنع الدولة؟ تشتري العمل لكن المنتج المحلي لا يستطيع أن يدفع لعمل ما يقارب مليون دولار فيأتي هذا على حساب العمل الآن مع مبادرة سيد رئيس الوزراء هناك عدد يعني الآن تسع مسلسلات عراقية لأول مرة هذا لم يحصل منذ عشر سنوات تسع مسلسلات لا يوجد فنان عراقي في بيته وده شيء جيد كمان لأنه كمان المواطن العراقي لما يرجع يشوف نفسه في الدراما العراقية يعني طبعا كلنا نتبادل الفنو ولكن لو أنا عراقية وحشوف مشكلي وحالي على الشاشة فهي تتحدث عني فلها تأثير كبير جدا شافتنا عايزين نتحدث معاكم أيضا بالدراما لما حضرتك تشوفي مسلسل عراقي بدل ما يجي دكتور علي يشرح لك ساعتين طبعا تتعرفي عانينا في هذه السنوات الأخيرة من قطيعة ما اختفت الدراما العراقية فلم يعرف أحد يعني بغداد عادت إلى الحظن العربي أو عاد الحظن العربي إلى بغداد بسبب خليجي 25 لما جاء العرب إلى البصرة دوه شو بما شاهدوه من تطور ومن حياة وديمقراطية يعني أنا شخصية يعني يمكن بيتل الكل كبرنامج أتاح لنا وهي الحقيقة تجربة عربية محترمة جدا يعني يمكن بيتل الكل من أوائل التجارب اللي قدرت أن هي تجمع المواطن العربي عراقي فلسطيني أردني مصري على شاشة واحدة ودي تجربة الحقيقة ثرية يعني إحنا كلينا برضو رحنا العراق وأنا شهدت الحقيقة شارع المتنبي قبل التجديد وكنت حزينة جدا يعني كنا بنمشي في أجواء يعني حزينة أنه ده شارع المتنبي اللي كنت أقرأ عنه ولكن عدت بعدها بسنة وحضرت التجديد وصورنا في الشارع بعد أن تم تجديده فالحقيقة نحن نشهد هذه يعني الحركة والتطور اللي بيحصل في العراق بشكل كبير كمان يعني المتنبي مش كل الناس كمان زاريته ففرصة كان أنه الإعلام ينقل عودة هذا الشارع إلى قوته يعني نعم شوفي الشارع المتنبي هو يمثل هوية ثقافية عربية لماذا؟ لأن القاعدة عندما ضربت شارع المتنبي فجرت فجرت شارع عام 2007 كانت تريد أن تقتل الثقافة والتطور والمدنية والمثقفين صحيح فالإصرار على إعادة المتنبي بأبهى مما كان كان فكرة ممتازة ومهمة الآن حضرتك لا تحتاجين في بغداد أن تضعي موعدا مع الأدباء والفنانين أنت يمضي يوم الجمعة صباحا إلى المتنبي ستجدين كل المثقفين العراقيين موجودين وأيضا هذه رائحة بغداد التاريخية المتنبي والمتنبي أيضا كشاعر هو مثل فكرة برنامجكم بالمناسبة المتنبي ولد في الكوفة وعاش في مصر وفي حلب وفي بغداد وعشقة سورية أرى العراق طويل الليل خولة أخنة سيف الدولة وهذه الفكرة فكرة هذا البرنامج فكرة مهمة لماذا؟ لأنه في الثقافة العربية لا توجد حدود صحيح يعني حضرتك يعني تنظر حضرتك عراقي أليكسندرا أردنية أنا مصرية وأنتم موجودين في مصر يعني هذا ما نريده دائما أن تبقى الشعوب والمثقفين والأدباء دائما في حلقة اتصال واجتمعنا كثير وبتكتشفوا قديش بتجمعنا كثير من السماعات المشتركة يمكن هلأ منفرق على بعض بس فقط باللكنة أو باللهجة زي ما يقولوا ولكن بتجمعنا العديد من السماعات ما نريد بالدراما نعلمكم اللكنة العراقية شوفي وهذه مي صعبة الأخوان الخليجيين هم يشبهون لهجة البصرة في الجنوب العراق صح وهما أصعب من لهجة بغداد مع ذلك عربيا الآن لما يتكلم الخليجي مفهوم طبعا لماذا بسبب الدراما صح طبعا حتى لما تختفي الحروف يي يأتي يجي يجي هم اللي يجي يسوها ياء ومع ذلك صارت مفهومة في المغرب العربي صارت مفهومة صح ولذلك أنا مع أن نستمر بالدراما ونعول عليها وصدقيني المصريين حاضرين في كل بيت عربي بالدراما شكرا يعني احنا دائما بقول يعني منذ الصغر منعرف كل الأماكن اللي موجودة في مصر من الدراما شبرة والعجوزة حتى اللحقة يعني مألوفة أنا كنت ألتقي بأصدقاء من المغرب العربي صح في أوروبا فلدينا خياران خيار الأول نتحدث مع بعض بالعربية الفصيحة وهذا صعب عليهم أو بالفرد نتحدث بالمصري نتحدث بالمصري لأنه أسهل ومفهوم وكل واحد يعني يحس بأن يعني وفي شيء جميل كمان ثاني الأخوة المصريين عاشوا في العراق سنوات طويلة كانوا العراقيين لما يشوفون المصري بالشارع ينظروا لينيه بحب ويعاملوه على أنه حسين فهم يعو عادل إمام صحيح صحيح بالله يعني حصلت لي أنا مرة كنت أتصور في المغرب العربي وبعدين دخلت أشتري حاجة يعني فلقيت البائع بيسألني عن أخبار عادل إمام إيه يعني هو تصور بما أني أتحدث باللهجة المصرية صحيح فأنا لازم أكون يعني عادل إمام بأشوفه وأطمنه عليه صحيح هذا شفكي يعلمك أنه ذول الممثلين بيوصل ذول فنانين مهمين وذول قدوة في المجتمع ويتعلم منهم الجيل يعني الإنسان لما بيكون مرتاح ماديا ومقادر أنه يعيش ويأمن لما تعيشه الإبداع بشكل عام بيصير عنده أكبر راح تلبع الأكيد ضرورية وخاصة يمكن للمبدعين أنا غيرت شوي لما قلت لي عشارع المتنبي وفعلا من من الأمور اللي حاب أكيد أعملها أنه أزور بإذن الله العراق إن شاء الله